ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من طرف زوجها وبمساعدة الزوجة الأولى وهي في حالة غيبوبة حيث لفظت أنفسها الأخيرة تحت الماء هذا وتم إداع جميع المتورقين السجن المحلي لبني ملال وكانت القضية قد أتارت جدلا واسعا بمنطقة ووي الزغط إقليم آزيلال ودفعت سكنة تاكليفت التي تنحدر منها حفظة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مركز الضرك الملكي للكشف عن تفاصيل الحادث المأساوي هذا وجرى أمسن الخميس تقديم متهمين أمام قاضي التحقيق ببني ملال بعد الاشتباه في تورطهما في عملية القتل التي ذهبت ضحيتها شباف الواحد وعشرين من عمرها